أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الأدوات الثقافية الجديدة لما تحمله من نمط تكنولوجي جديد فشبكة الإنترنت بمواردها الثقافية والعلمية غيرت المفاهيم وحولت المطبوع إلى رقمي إلى أن عشاق الكتب ما يزالون أو فياء لحبر الكلمات ورائحة الورق أقرأ بعض المعلومات عبر الإنترنت لكني أفضل الكتب المطبوعة للقراءة أتابع كل الأحداث والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لكن للكتاب ميزة خاصة أكثر من شاشة الكمبيوتر أحاول جاهداً أقرأ كتاباً كل شهر يعتقد البعض بأن الشبكة العنكبوتية أثرت بشكل كبير على مبيعات الكتب والمطبوع يعاني من ركود كبير لكن ليس بالنسبة للجيل القديم أحب قراءة الكتب المطبوع على الورق فهي تمنحك شعوراً جميلاً أثناء لمس الورقة وقلب الصفحة أيضاً أشعر بأن الكتاب مريح للنظر أكثر من الشاشة لدي مئات الكتب فأنا أقرأ سنوياً حوالي أربعين كتاباً وربما أكثر يمكنك القول بأنني أعشق المطالعة بعض الشباب وأبناء الجيل الجديد يوازون بين المطبوع والإنترنت فهم يترددون على المكتبات لشراء أنواع مختلفة من الكتب باعتبارها عملية فكرية عقلية تستند إلى التحليل والتفاعل أفضل قراءة الكتب المطبوعة لكني أشتريها عبر الإنترنت كما وأتابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الإصدارات الحديثة والكتب المنصبها وبين مشاغل الحياة وزحمتها يبقى للكتاب خصوصية تأخذك إلى عالم آخر ربما أجمل من الواقع تستهويني قراءة الكتب بشكل كبير على الإنترنت أشعر بأنه أمر شخصي وخاص حيث تمنح نفسك بعض الوقت بعيداً عن الناس وضجيج المدينة من رغم من أننا في عصر السوشيال ميديا وثقافة الإنترنت ومن خلالها يمكن الحصول على أي معلومة وقراءة كل ما نريد ولكن يبقى للكتاب رونقاً خاصاً وتفاعلاً أكبر مروان زعتر لبرنامج اليوم على الحرة من العاصمة الأمريكية واشنطن